سباح يا سيد باسل سنكمل هذا النقاش لكن دعني أستقبل هدية المدخلة من السيدة منار سليم أرمالة الشهيدة البطل أحمد منسي يعني نرحب حضائك أستاذة منار وكل سلام حضائك طيبة وربضاء كريم عليك وإزاي استقبلتي الخبر مبارح وإزاي شفتي المشهد مبارح من تسلم المخابرات المصرية للإرهاب يشام عشماوي صباح الخير طبعا كل سلام صاهدين صباح الأخبار حلوة اللي تخلي الواحد طاحي كده تاني يوم عنده كمية طاقة وحماس وفرحة منهاش حر أنا عايز أقول لك أنه ما فيش بيت مصري مبارح وكمية تليفونات ما كانش قاعد بيتفرج على اللحظات دي اللهم لا شماية والله العظيم يا سندم الشعب المصري عمره ما كان بيشمك بإحساسك أن حقك بيرجع إحساسك أن البني آدم ده مهما طالب الزمن هيقف قدام القضاء وهيجي لك حقك إحساسك أنه فيه أمن في بلد قوية وتقدر تجيب أعداءها وتقدر تجيب الناس اللي بيخربوا فيها وبتحسبهم وتقدر ترعبهم كفاية نظرة الرعب اللي كلنا كنا عادينا عايزين نشوفها في عينه وشوفناها الحمد لله يكفي سيدة منار أن كل المصريين حتى كل العرب بيستشدوا أو بيفرقوا في الصورة الشهيرة اللي بتجمع بين الشهيد البطل أحمد منسي والإرهابي الشامع الشموي بيفرقوا بشكل كبير جداً بين أن يكون شهيد بطل بيحمي الأرض ويحمي الأرض وبين إرهابي أصبح خانع وأصبح دليل في الصورة اللي شوفناها مبارح طبعاً طبعاً وده بيقول لكل الناس وكل الشعب المصري وكل الشهوب عندوك هنا موذج والشعب المصري ما شاء الله عليه ما بينساهش بيش حاجة بتحصل في حياته بتجميسي عندوك نموذج لشخص خرج من نفس المكان وخد نفس كمية الحاجات اللي تخليه حب بلده وده خرج بيحب بلده وبيحافظ عليها ويقدر يضحي بروفه عشانها وده خرج كل غرضه أنه هو يموت في زميله ويموت في الناس الأبرياء ويفجر ويخرج في بلده فده بقى للناس هيفضل في عمره على مر التاريخ سوى جدانهم في تفكيرهم مش هينسوه عشان نبقى عبرة بعد كده ونبقى عارفين الطريق اللي احنا بنمشي عليه من أول خطوة ده هيودينا فين انا فرحتي مش فيهشام عشماوي بس على فكرة انا فرحتي بكل شخص رهابي او كل شخص كان في دماغه حتى انه يمشي في نفس الطريق وقاعد واتفرج عين باره هو في الموقف ده انا فرحتي فيهم كلهم انه دايما كنا انا طول عمره اقول الله يحامو احمد رمز رمز لكل شهد المطر الكرام والعظام الشخص ده برضو عشماوي ده رمز لكل حقير وخايم لكل ارهابي عايز يدمر البلد طيب الرئيس الفتاح السينسي في احد اللقاءات واحد الخطبات ذكر برضو هذه المفارقة وهذا النموذج نموذج شهيد البطل احمد منسي والارهابي هشام عشماوي رأي حضرك في قدرة الدولة المصرية على استعادة الارهابيين اللي بيهددوا ارواح وجنود والارض المصرية ما فيش رأيي محدش يقدر يتكلم في الدولة المصرية يا سندم ولا حد يقدر يقول هتعمل او مش هتعمل او هتقدر او مش هتقدر الدولة المصرية قادرة غضبا عننا كلنا فدي حاجة اشنا كنا نايمين في بيوتنا ومتطمنين انا عايز اقول لحضرتك ان احنا قربنا من عيد الفتر المبارك وليسا حضرتهم طيبين وبالمناسبة تقريبا دي نفس الفترة اللي احمد السوشي فيها من سنتين هو السوشي بعد العيد على قدود فهتحس كده ان ربنا بيريح قربنا بثمر السنين مهما كانت طويلة بس احنا عافين في الاخر ان هم هيقعوا وان حق انها هيجي وان الدولة المصرية هي اللي صامدة وقائمة وبتقدر تجيب الناس لما سيادة الرئيس ابو فتح تيس يتكلم عنه او عمل مقارنة او مفارقة ده كمان حسسني ان الدولة كلها من اكبر شخص فيها الوسيادة الرئيس لاي مواطن حتى عادي مصري في الشارع كله عارف او بيرد الجميل للشهداء كلهم وعارف يعني ايه شهيد ضحب ده ومش نسيه وان الدولة المصرية كلها مش نسيه طيب حبد الله ايه اللي ممكن تقوليه لزوجات واهالي وابناء الشهداء اللي راحوا طبعا ضحية هذا الوطن اقول لهم اصبروا اقول لهم انتو انتو تعيش كلنا فقدنا حاجة يعني عمود البيت خلاص فيها مالهاش معناه تاني بركده فقدنا حاجة جديرة اوي وعزيزة عندنا وغالية بس انتو يعني ده حاجة بقى عند ربنا لها اجر وثواب ان تتبقى بتعمل ده وصابر عشان بلدك علشان خاطر شعبك علشان خاطر الامن والامان ده اللي ربنا وصناعنيه ده اللي هنتحسب عليه قدام ربنا اقولهم اصبروا حقك جاي ما تقلقوش واللي شفناه ده مصر مش هافيه اي حد ده البداية يا سندم على فكرة ده انا متأكدة منه يعني انا اقسم لك بالله انا ولا اول عندي معلومات انا متأكدة ان ده البداية الباقي كله بيعي وكله هيجي وهيتحافل واللي موجودين في السجون هيتحافل ومصر هتاخد حقها نقدر دلوقتي نقدم لك العزة والبقاء الله وطبعا الشهيد البطل احمد بنسي حي في قلوبنا وحي في ذاكرة الوطن كل سنة حقيقة طيبة السيدة منار سليم ارمالة الشهيد البطل احمد بنسي شكرا جزيلا لك وكل سنة حضرتك طيبة